لا يوجد توجه حكومي لفرض ضرائب إضافية على شريحة الموظفين هذا ما أكده مصدر من مكتب رئيس الوزراء بعد انتشار مخاطبات رسمية بين وزارة المالية والأمان العام لمجلس الوزراء تتطرق إلى تفعيل الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين الأمر الذي أثار ردود أفعال نيابية رافضة ومن مختلف الكتل السياسية تتذرع بمادة جديدة هذه المادة تتكلم عن الضريبة القمرقية الموجودة على الحدود العراقية في المنافذ العراقية والتالي لا علاقة لها بالمطلق بهذا الموضوع نستغرب جدا وهذا دليل واضح على أن ما تقوم به وزارة المالية دليل على ضعف كوادرها المتقدمة وتفسيراتهم الخاطئة والذهاب بعيدا جدا في هذا الموضوع وحمل خبراء قانونيون مجلس النوابي مسؤولية إلزام وزارة المالية بإعادة الاستقطاع الضريبي من رواتب الموظفين من خلال تعديل المادة 34 من الموازنة فيما أكد أعضاء في اللجنة المالية النيابية أن هذه المادة وبجميع فقراتها لم تنص أو تذكر أي استقطاعات أو ضرائب ملوحين بعمليات استجواب قد تطال بعض المسؤولين الحكومين نرفض رفضا قاطعا استقطاع أي مبلغ من الموظفين وكذلك حول المادة 34 التي تتبنىها وزارة المالية ووزير المالية ارتفاع حقيقة الأسعار والسلع في السوق وثم نأتي النور نكبله باستقطاع آخر فهذا مرفوض ويقينا نحن إذا أصر وزير المالية على هذا الشيء نحن مع استجوابه وبرغم تأكيد الحكومة عدم نيتها فرض ضرائب على رواتب الموظفين إلا أن رئاسة مجلس النواب حذرت وزارة المالية من اتخاذ المجلس كافة الإجراءات القانونية في حال لم تسحب كتابها وتوصياتها من أمانة مجلس الوزراء أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد